لا أزمة محروقات في لبنان بل أزمة دولارات فبواخر النفط تنتظر في الموانئ اللبنانية منذ أكثر من أسبوع إلى حين التوصل إلى اتفاق ما بين الحكومة والمعنيين لتسديد فواتيرها بالدولار الأمر الذي خلق بلبلة لدى المواطن مع نفاذ كميات الوقود الموجودة في خزانات المحطات نحن ما فيه أضراب في أنه كل شخص تفضى محطته بيرفع الخرطو لا أكثر ولا أقل نحن ما لنا بأضراب بالعكس لو بأضراب أنا أول واحد سكر محطاتي بعض المحطات فيها بضاعة بتبيع بس فيه محطات كتير ما بقى فيه عندها مخزون طلعيها منطقة الجبل ما فيه محطة فتحة على الجنوب كذلك الأمر بالبقيع كذلك الأمر فيه كم محطة بعد ببيروت والضواحي فتحين فقط لغير نحن منتمنى ومنطلب من المسؤولين وبكرة راح يكون عندنا لقاء مع علي وزير المال منوجه له تحقيق قبل ما نجتمع فيه أنه هذا الموضوع بطل يحمل بده حل بأسرع وقت لأن المواطن اللبناني ما بقى ناقص ومشاكل وهم أصحاب المحطات والصهاريج وشركات المحروقات يعاولون على لقائهم وزير المالية يوم الاثنين بعدما وصفوا لقاءهم مع وزيرة الطاقة بالسلبي فالاتفاق الأساسي مع الرئيس الحريري قبل الاستقالة خلص إلى تأمين الدولار للشركات المستوردة على أن يسدد التاجر فاتورته بالليرة اللبنانية بعد ما استقلت الحكومة اتفاجأنا أن التعميم صدر 85% باللبناني و15% دولار نحن من من نأمن دولار ما كلنا بنعرف اليوم الواقع بالبلد وموضوع المصارف يعني صعب لهم حتى بده روح يوقف قدام المصرف مثل الشحاد ليأمن دولار بسعر الرسمي أنتوا شو بدكم؟ بدكم 100% تكون الاستيراد بالليرة اللبنانية؟ نحن وان عايشين؟ نحن عايشين باللبنان نحن من الأرز اللبنانية تكون على الفاتورة وتطلع الفاتورة من الشركات المستوردية للنفط باللبناني هذا حقنا الطبيعي ما بين التاجر والحكومة يقع المواطن كبشة محرقة الأزمات المتتالية في لبنان ويدفع ثمن صراع أصحاب المصالح الخاصة والعامة بحلوها مصورنا كذا مرة صايرة وحلوها شاء الله بحلوها متعودين يعني على هالأزمة متفاقلين بهالبلد نحن خوفينين إجمالا من كل شي مش بس من البنزين يعني كل واحد بيقلك شي واحد بيقلك المواد الغذائية واحد بيقلك الطحين كل شي حتى البنوكي كل شي الوضع لكله الأمني ما بيطمن يعني ماني خايف لا تعودت علي عن بسي تعودت أبو شقر أوضح أن الحديث مع وزيرة الطاقة عن رفع سعر النفط 700 ليلة لبنانية كان في إطار الحسابات الدقيقة في حال تم الدفع بالدولار وليس تهديدا برفع الأسعار ترجمة نانسي قنقر